فعلى العاقل فعلى المسلم فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم دائما التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وكنا في الحصة الماضية في التعليق على سياق كلامه في الإيمان عند السلف الصالح فأهل السنة مطبقون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فلابد من هذه الثلاث لابد من القول ولابد من الاعتقاد ولابد من العمل ثم ذكر مسألة ثانية كذلك وهي مسألة الزيادة والنقصان والإيمان يزيد وينقص يزيد بزيادة الأعمال ونقصانها بل حتى متعلق الزيادة كذلك التصديق فإن تصديق الناس متفاوت كما دل عليه القرآن كما في قصة إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولا شك أن إيمان أبي بكر الصديق أن إيمان الناس ليس كإيمان أبي بكر الصديق فمتعلق الزيادة والنقصان ليس مقصورا في العمل فقط الحاصل الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص وهذا ما يعبر عنه أهل السنة بقولهم النونات الخمس يعني في باب الإيمان فيقولون الإيمان عقد بالجنان أي عقد باعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان لأن طاعة الشيطان هي معصية للرحمن سبحانه وتعالى هذا خلاصة ما ذكرناه في الحصة الماضية قال رحمه الله أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ثم قال بعد ذلك ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل المقصود أن الإيمان متركب أن الإيمان متركب من القول والاعتقاد والعمل لا بد من هذه الثلاثة لا يستغنى بواحدة عن الأخرى لا بد من قول واعتقاد وعمل فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد وأخطأ من ظن أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان وهذه للأسف هذا الخطأ فشى عند كثير من المسلمين ربما عن جهل فإذا أنكرت عليه بعض المنكرات أو أمرته ببعض الطاعات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه تأمره بصلاة الجماعة أو تأمره بكذا يقول لك مثلا الإيمان في القلب وهذا خطأ كبير لأن الإيمان متعلق بالقلب ومتعلق بالقول ومتعلق بالعمل كذلك العمل يدخل في حقيقة الإيمان لا بد من هذه الثلاثة القول والعمل والاعتقاد لهذا قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل لا بد من القول ولا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل ثم قال ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة عبارات السلف الصالح في الإيمان تعددت ولكن المؤدى واحد المؤدى والمقصود واحد فكلهم مطبقون على أن العمل من الإيمان فالإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان وبعضهم يقول هو قول وعمل والمؤد واحد وبعضهم يقول قول وعمل ونية وبعضهم يقول قول وعمل وسنة ما وجه ذكر النية وما وجه ذكر السنة العمل الذي هو من الإيمان لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين لا بد من شرطين لا يقبل عند الله تعالى إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل ما معنى الإخلاص أن تفعل العبادة أن تفعل القربة وأنت تريد الزلفة إلى الله وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى قال تعالى وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال وقوعها مقبولة بسبب النيات هذه السببية أي بسبب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي فإنما لكل امرئ من ثواب عمله على قدر نيته فالإخلاص شرط في صحة العمل لا بد أن تعمل العمل لله والذي يعمل العمل وهو يريد أن يراه الناس أو يريد السمعة أن يسمعه الناس أو يريد الجاه أو نحو هذا هذا العمل لا يقبله الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح وهو للذي أشرك تركته وشركه وهو للذي أشرك فعمله مردود فلا بد من الإخلاص وقد تكلم الناس في معنى الإخلاص ومن أحسن ما يحضرني هنا ما ذكره ابن القيم عن بعض أهل العلم قال الإخلاص هو دوام النظر في الخالق أو هو نسيان النظر في الخلق بدوام النظر في الخالق فأنت في عبادتك تستحذر أنك تتقرب لله عز وجل ومن علامة صلاح القلب وصلاح الباطن أن يكون العبد مهتما بإصلاح العمل من جهة الإخلاص أكثر من اهتمامه بكثرة العمل فالعمل القليل مع الإخلاص خير من العمل الكثير ما عدم الإخلاص لهذا قد تكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاوت كما بين السماء والأرض دخل رجلان إلى المسجد فصل أحدهما ركعتين وصل الآخر كذلك نفس الوقت نفس المدة نفس طريقة السجود نفس الاعتدال الظاهر وكذا ولكن بينهما من التفاوت كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في القلوب الأول يصلي يريد وجه الله عز وجل يريد التقرب إلى الله تعالى يصلي ويستحذر أن الله تعالى يراه ويراقبه والثاني يصلي لأنه يريد أن يراه الناس يصلي مثلا ففرق واسع وبون شاسع بين الأول والثاني هذا لتفاوت ما في القلوب إذن الشرط الأول من شروط قابول العمل الإخلاص الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله هنا بقوله ولا قول ولا عمل إلا بنية أي لا بد من النية التي هي الإخلاص ثم قال ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة أي أن العمل كذلك لا يصح إلا بالشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ هو موافقة السنة أو هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندنا شرطان الشرط الأول الإخلاص أن تعمل العبادة لله الشرط الثاني أن تعمل العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أرسل إلينا رسولا ليدلنا على الطريق إلى إليه فأمرنا ربنا سبحانه بالصلاة وأقيموا الصلاة وصلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على هيئة معينة وأمرنا أن نتأس به فقال صلوا كما رأيتم من يصلي لأن هذه الصلاة هي التي يرضاها الله عز وجل أمرنا ربنا سبحانه بالحج ولله على الناس حج البيت ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس خوضوا عني مناسككم إذن فالشرط الثاني هو أن تفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى عند أهد العلم بالمتابعة فعندنا إذن لقبول العمل لابد من توفر شرطين الشرط الأول الإخلاص لمن تعمل والشرط الثاني كيف تعمل عليك أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المتابعة أهد العلم يقسمونها إلى المتابعة الظاهرة وحتى المتابعة الباطنة وكلام فيها يطول والأصل في المتابعة كذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا يدل على اقتران الإخلاص بالمتابعة فأكثر الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن أكثر الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس إخلاصا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا هو الإخلاص إذن فلا بد من الإخلاص والمتابعة كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم وكذا في غيره من أحدث في أمرنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي في ديننا فالأمر هنا هو الدين كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن دينه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي زاد في الدين ما ليس منه ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العبادة فهو رد ما معنى فهو رد أي فهو مردود غير مقبول لماذا لم يتوفر شرط المتابعة قد يكون الإنسان مخلصا نقول لك أنني بغي الأجر بغي الثواب ولكن النية وحدها لا تنفع لا بد من النية والإخلاص ثم كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أبسط مثال على هذا ولا ينازع فيه أحد لو أن رجلا مؤمنا أراد أن يصلي الظهر خمس ركعات ويحتج قل لك أننيتي حسنة أنا بغي أن يصلي خمس ركعات لأنه ربعة قليلة بغي أن يصلي خمسة نية كما ترى حسنة ولكن هل عبادته تصح أبدا لا تصح لماذا لأنه سيؤدي العبادة على غير الهيئة التي جاء بها الإسلام على غير الهيئة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أهل العلم كذلك إن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون كما تكون كما ذكرنا سالفا في الهيئة الظاهرة تكون كذلك يعني تكون في الكيفية وتكون في الدوام وعدمه فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه أن يحرص على متابعته في الدوام وعدمه كيف؟ هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها فإصابة السنة فيها تقتضي أن يداوم عليها وهناك أشياء فعلها أحيانا فتفعل أحيانا لهذا قال أهل العلم من داوم على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو العكس فقد خالف خالف السنة وكما تعلموا بما أن المتابعة فيها ما هو فيها الدرجة الواجبة التي لا يصح دونها العمل وفيها الدرجة المستحبة وهي المتابعة في المستحبات والفضائل الحاصل لا بد من الالتزام هذا تداوم على ما دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا تمام المتابعة كذلك ذكر أهل العلم كما ذكره الشاطبي ورحمه والله وغيره في الاعتصام وكذا في الموافقات المتابعة في القصد والتبع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والنية فبعض الأشياء فعلها قصدا فتفعل قصدا وبعض الأشياء فعلها تبعا أو اتفاقا فإن وقع اتفاقا لا مانع ولكن لا تفعل قصدا يفعل قصدا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل هكذا لهذا المتابعة فيها تفاصيل يطول بها المقام الحاصل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والخلاصة العمل لا يصح إلا بشرطين لا بد منهما الشرط الأول إخلاص العمل لله عز وجل والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله ولا قول وعمل إلا بنية ذكر الشرط الأول ثم قوله ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة هنا ذكر الشرط الثاني الخلاصة في هذا الفصل ذكر رحمه الله أركان الإيمان عند أهل السنة الإيمان لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد ثم ذكر مسألة ثانية وهي متفرعة عن الأولى أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص ثم ذكر شروط صحة العمل وهي الإخلاص النية إخلاص الذي عبر عنه بالنية وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة